قضية الكارونا يا اخوان هي قضية احنا تتكلمنا بيها ومسبقا وقلنا هي مفتعلة حتى لو كانت قضية الكارونا مفتعلة اصبح وباء وباء مفتعل او غير مفتعل رباني او غير رباني مفتعل المهم هذا الوباء هز العالم هز العالم ونشوفه هو جرثومة بسيطة هز الدنيا هذا اصغر جند من جنود الله سبحانه وتعالى اصغر جندي من جنود الله هز العالم وقف المطارات وقف البضائع حطم اقتصاد دول عظمى كبرى لكن اكو بعض القضايا انه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني هس كثير من المناطق صار بها الوباء صار مثلا بايران صار في سوريا صار بالسعودية صار بالصين رسول الله خلالنا قاعدة وهي قاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا صاب الطاعون بلدا ما هذا وباءه صاب لبلد لا تدخلوا اليه ولا تخرجوا منه اذا دخلت له لا تخرج بعد من عنده واذا اسمعت فيه مصيوب لا تدخل له يعني شنو فتوى فتوى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تدخلوا ولا تخرجوا والفار من الطاعون او فار من ذلك الوباء كالفار من الزحف الفار من الزحف شنو يعني اللي فار من المعركة عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذنوب الكبائر يعني اللي يهرب من المعركة يعني ضد الكفار في جيش المسلمين تسمى زحف وهذا الزحف يقول رسول الله الفار من الوباء كالفار من الزحف يعني انت تاخذ امراض ما البلاد وتنقلها لغير بلاد ما يصير يعني انا من بلاد العراق واليوم موجود الوباء بالعراق او اشرد على ايران افرن الايران اشرد من هذا المرض طبعا انا اروح منها ملابسي جسمي ملطخ بهاي الابوة بهاي الجراثيم راح ادخل للبلاد الثانية راح اصيبها فما يصير انه انت تحاول تصبر على هذا المرض انه لا تطلع من المنطقة اللي بيها الوباء ولا تدخل اليها يعني اذا طلعت منعتها انت محاصب امام الله واذا دخلت لها لازم بعد ما تطلع والصابر على هذا المرض اللي يصبر على هذا المرض يحسب اذا ماته يحسب حساب الشهيد هسا احنا ابتعدنا عن سنة رسول الله اوداعتكم ابتعدنا عن سنة رسول الله يعني في ذاك الوقت رسول الله شي يقول يعني احجروه حاجر يعني قال كل منطقة منطقة هسا احنا ما يصيري شي البلاد مفتوحة على مصرعيها المحافظات مفتوحة على مصرعيها لكن تنتهي القضايا ترجع السياسات كما هي ترجع الدول الجوار والعلاقات العامة ومسألة عادية ترجع المحافظات لكن في هذه الايام ايام خطورة فاحنا لازم نلتزم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تفشل طاعون في البلاد فلا تدخلوا اليه واذا دخلتم اليه فلا تخرجوا منه خلينا نطبق ان ولو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم